بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه أخوة و الأخوات السلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته أهلا و مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج الذي نتناول فيه طوال هذا الشهر الكريم على أسئلة متنوعة و مختلفة تأتي عن طريق اتصالاتكم و عن طريق مواقعنا أيضا و هي كثيرة نحاول بقدر الإمكان أن نشتوعب عددا جيدا منها طيفنا العزيز في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجديد الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة أما الرقم الذي نستقبلكم عليه فهو 249-5-4-6-1-1 249-5-4-6-1-1 و لكن نفضل أن يكون الاتصال بعد نصف ساعة أو بعد الفاصل بالأقضل بالأحرى شكرا لكم فضيلة الشيخ أهلا و مرحبا بك حياكم الله و أهلا وسهلا بكم و أحيي أيضا الإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيد آمين يا رب العالمين نعود مرة أخرى إلى موضوع التفسير فضيلة الشيخ توقفنا عنه قليلا حتى نستوعب أسئلة كثيرة متنوعة في المجال الفقهي و لكن أسئلة التفسير دائما ما تلحه أيضا و أي فرصة معكم لأنكم إذن الآن لم تقرروا أن يكون لكم برنامج خاص بالتفسير أحد الأخوة يقول في معرض ذكر تبشير نبي الله زكريا عليه السلام هذا طبعا أبو عماد هو صاحب سؤال يقول في معرض ذكر تبشير نبي الله زكريا و السيدة مريم عليهما السلام بالإبن جاء بلفظ الغلام في حق سيدنا زكريا عليه السلام و بلفظ الولد في حق السيدة مريم عليه السلام هل هناك لمسة بيانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أما بعد فالجواب نعم هناك لمسة بيانية ولطيفة مفيدة نافعة ينبغي لنا أن نفهمها من لغة كتاب الله عز وجل فلفظة الولد حينما تستعمل في القرآن الكريم فإن العلاقة النسبية الدالة عليها مقصودة يراد إظهارها و تأكيدها يراد النص عليها و المقصود بذلك العلاقة الحقيقية المباشرة لا يراد من ذلك معاني مجازية كما هو الشأن في استعمال لفظ الآباء و الأمهات نعم فلفظة الولد و الوالد و الوالدان في القرآن الكريم هذه قاعدة مضطردة يراد منها لفت النظر إلى هذه العلاقة إلى هذه القرابة النسبية التي هي علاقة الوالدية و المولودية نعم أما إذا استعمل الأبوان الأب أو الأم فلا يلزم بالضرورة أن يلتفت إلى هذه النسبة إلى هذه القرابة ليست مباشرة قد تكون مجازية و قد تكون غير مباشرة نعم ف حتى نفهم كيف نتعقل قبل أن نصل إلى ما يتعلق ب بشارة مريم أو تبشير مريم عليها السلام نعم ف في كل المواضع في القرآن الكريم حينما يكون السياق سياق البر و المغفرة و الرحمة و الدعاء يأتي لفظ الوالدين و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نعم أن أغفر لي ولوالدي و على المولود له في سياق بيان الحقوق اللازمة للوالدين الحقيقيين قال و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده نعم أما في سياقات أخرى قد تراد على سبيل المثال لا استعملت الأم قد يقصد منها الأم الحقيقية نعم في القرآن الكريم و أمه صديقة أي أم عيسى عليه السلام مريم استعمل هذا الوصف و أمه صديقة نعم لكن لا يلزم أن يكون هذا هو المقصود دائما أو حصرا بل يمكن أن تكون الجدات داخلات في الأمهات حرمت عليكم أمهاتكم لم يقل هنا والداتكم لأن المقصود هو الأم و الجد كما يقال الأمهات و إن سفل نعم لما أتى إلى تحريم الأمهات بالرضاع قال و أمهاتكم التي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاع فنص على الوصف نعم أي أن الأم يمكن أن تكون بالرضاع و يمكن أن تكون جد و يمكن أن تكون بالمنزلة و أزواجه أمهاتهم نعم و يمكن أن تكون بالتربية نعم و كذا الحال بالنسبة للأبوة أيضا فالآباء تشمل الأعمام و الأجداد قالوا نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق أيضا أولاد يعقوب عليهما السلام نعم ذكروا إسماعيل و هو عم لهم لم يكن والدا لهم نعم هناك أمثلة أخرى لكن فيما تقدم كفاية كبير الآن لننظر في مريم عليه السلام الحقيقة أنها استعملت أو استعمل في بيان قصة مريم و تبشيرها بعيسى عليه السلام الولد و الغلام نجد في آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم نعم و جيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين و يكلم الناس في المهد و كهلا و من الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد نعم و لم يمسسني بشر نعم هنا استعملت كلمة الولد لأن النسب ذكر بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم نعم فلما ذكر النسب ذكرت ما يناسب هذه العلاقة المقصودة و هذه النسبة المقصودة فقالت أنا يكون لي ولد و لم يأتي عن طريق أب و لم يأتي عن طريق أب فنسب إليها نعم و سمي باسمها عيسى بن مريم و لذلك قالت هي أنا يكون لي ولد بينما نجد في آل عمران و في سورة مريم أنها استعملت لفظة الغلام فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام نعم هنا لم تذكر الولد لأن النسبة إليها غير مقصودة و إنما مجرد التبشير و مجرد الإعلام بقرب حصول الأمر نعم و ذكر هو غلام فذكرت هي غلام مع أن أيضا الغلام فيه معنى الغلمة أي ما بعد مرحلة الطفولة نعم فيستعمل تستعمل يعني يستعمل في اللغة العربية الغلام للدلالة على قرب منهزة البلوغ أي أنه سيعيش إلى أن يكون كذلك نعم و فيه لفظ تحبيب فيه لفظ يعني تحبيب كما في الرواية يا غلام إني أعلمك كلمات نعم أما في الشيء بالشيء يذكر في قصة زكريا عليه السلام نعم نجد أنه لم يذكر الولد قال غلام حيثما وقع التبشير بيحيا لزكريا عليه السلام فالذي استعمل إنما هو الغلام و ذلك لأن النسب معروف و هو قد توجه إلى ربه تبارك وتعالى بأن يكون له ذرية رب هب لي من لدنك وليا هب لي من لدنك وليا يريثني و يريث من آل يعقوب و اجعله رب رضيا ف جاءته جاءه الجواب على هذا و لذلك قال أنا يكون لي غلام نعم لأن النسب أخبر عنه أو وصف و هو يدعو لنفسه فلا حاجة إلى تأكيده و النص عليه نعم إذن هذا ما يتعلق باستعمال الولد و الغلام و هذا ما يتعلق بالطراد فيما يتعلق بالفارق بين الولد و الوالد نعم يعني هذا الاشتقاق أو الأب و الأم هذه الصيغة نعم و هو مضطرد في كتاب الله عز وجل و إن اتسع الوقت سنتعرض فيما يأتي لأثر ذلك في شيء من الأحكام الشرعية و في بعض قصص الأنبياء عليهم السلام جميل و الله تعالى إذن قضية الأبوة و البنوة هي التي أثارت الإشكال عند المفسرين فيما إذا كان أبو إبراهيم عليه السلام مذكور في القرآن أنت استعجلت ذنل طيب إذن إيثارة لما تمنيت هذا هو أكثر الأقوال إقناعا نعم أن أول ذكر هذه مسألة أخرى الآن نعم ما يتعلق بوالد إبراهيم عليه السلام نعم أول ذكر لأبي إبراهيم كان في سورة الأنعام إذ قال إبراهيم لأبيه آزر نعم في أول ذكر ورد النص على اسم هذا الأب و ليس من عادة العرب أن تنص على اسم الأب في سياق النداء والخطاب نعم ما لم يكن أبا غير حقيقي كان يكون عما نعم كافلا جدا ولذلك فإن قول المفسرين من ذهب منهم إلى أن آزر هو عم إبراهيم أجده أكثر إقناعا وأكثر اتساقا مع الاستعمالات القرآنية ورد بعد سورة الأنعام ذكر أبي إبراهيم دون ذكر اسمه ورد وقال يا أبتي في الخطابات إذ قال لأبيه دون ذكر اسمه لماذا؟ لأن أول ذكر نص فيه على اسمه مما يكشف هذه العلاقة نعم أن العلاقة ليست علاقة والدية ولذلك لاحظ تقدم فيما يتعلق بأن الاستعمال القرآني في الأمر بالدعاء أو في حكاية دعاء الولد لوالدي يأتي هذا الوصف نعم إلا في دعاء إبراهيم فإبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ولذلك قال لأستغفرن لك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيا نعم فحتى حينما دعا أو في السياقات التي تحكي دعاء إبراهيم لا يأتي الوالد على خلاف معهود القرآن أن في سياقات البر والإحسان وفي سياقات المغفرة طلب المغفرة والرحمة يستعمل لفظ الوالدية إلا مع إبراهيم عليه السلام إلا في سورة إبراهيم في سورة إبراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نعم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نعم وذهب المفسرون الذين يقولون بأن هذا الدعاء ينصرف إلى أبيه المذكور إلى آزر مذاهب شتى نعم لكنها في الحقيقة غير مقنعة نعم لأن هذا الدعاء حكاه لنا ربنا تبارك وتعالى في آخر سيرة إبراهيم عليه السلام نعم تقدم قبل هذه الآية الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء بعد الهجرة صح فكان بعد في نهاية قصته في آخر مسيرته هو دعاء يتفق أيضا مع جملة من الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام نعم نوح قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وَلَا تَزِدِ الْظَالِمِينَ إِلَّا تَبَارَى نعم في يوسف عليه السلام دعا أيضا في آخر المطاف لوالدي إبراهيم دعا لوالدي لأن والده كان مؤمنا والده الحقيقي والده الحقيقي المقصود هو هنا في هذا السياق والده الحقيقي نعم أما ما يتعلق بأبيه آزر فهو عمه الذي كفله ورباه ولذلك تلطفه في عبارته وأنزله منزلة الأب لأن هذا هو المعهود نعم ولكن القرآن الكريم كشف لنا أن هذه العلاقة النسبية هي ليست علاقة أبو حقيقية وإنما هي علاقة عمومة وتربية وحضانة وكفالة نعم ولذلك سماه لنا في هذا السياق وهذا يرفع الإشكال ويبعدنا عن الاحتياج إلى تأويلات كثيرة في هذا الدعاء الأخير الوارد في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كمين والله تعالى غاية في الدقة شكرا لكم فضلات الشيخ ننتقل لا أدري إذا كنا سنستمر في التفسير إذن معنا ذلك أننا سنؤجل الآن آيات التفسير لأننا دخلنا فيها كثيرا ولكن أخذ حديثا نبويا من الأخ سلمان الفارسي يقول يقول يدخل الجنة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمة سبعون ألفا بغير حساب قالوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْ هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ما معنى الحديث وَهَلِ الْاستِرْقَاءُ وَالْكَيْ مَذْمُومَانِ شَرْعًا أَوْ مَكْرُهَانَ نعم الجواب لا ينبغي أن يفهم هذا الحديث في سياقه الصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية يثني خيرا على فئة أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نعم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية أن يقوم لهم بالرقية نعم لم يتعرض إلى أنهم لا يرقون أنفسهم نعم ولا يرقون غيرهم هم لا يطلبون من غيرهم تعففا وهذه خصلة حميدة نعم لا يكتوون لأن الاكتواء مكروه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه وَلَا أُحِبُّ الْكَيَّ بِالنَّار نعم وَلَا يَتَطَيَّرُونَ الطيَّرَةُ حَرَام نعم فهم ليس فيهم أدنى شائبة فيما يتعلق بالطيرة نعم وعلى ربهم يتوكلون لا ينفي أخذهم بالأسباب كما فهم أيضا البعض لأن هذه الرواية لا تتعرض لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أنهم لا يتداوون نعم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وتداوى هو بنفسه وحث أمته على التداوي والرواية لا تدل بوجه ليس فيها أي إشارة لم يذكر أنهم لا يتداوون نعم قال لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم لا يكتوون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يحب الكي بالنار نعم وأما الطيرة فأمرها معلوم ثم قال وعلى ربهم يتوكلون ومعلوم أن حقيقة التوكل إنما هي أخذ الأسباب وإيكال النتائج إلى الله تبارك وتعالى والله أعلم طيب فضل الشيخ خلم باب دلالة الإشارة أن هذه الأشياء ستكون موضع محاسبة يوم القيامة لأنهم قال هنا يدخلون بغير حساب هل في هذه الثلاث فقط أم لأن هذه الثلاث ستكون موضع محاسبة أحسنتم على هذا السؤال ما ورد من بيان خصوص فضل لشيء من الأعمال لا ينفي أن هذا الفضل محصور في هذا النوع من الأعمال نعم وإنما هو بيان لخصوص هذه الأعمال لخصوص هذه الصفات وأنها تبلغ هذا الأجر والثواب حينما يقال أن في الجنة بابا اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون نعم هل يعني هذا أن غير الصائمين أي الذين يكثرون من الصيام نعم ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بعد أدائهم للمفروض من الصيام بما يستطيعون من نوافل الصيام أن غير هؤلاء لا يجدون بابا يدخلون منه إلى الجنة كلا وإنما المقصود أن هذا فضل خاص لأصحاب أعمال مخصوصة أما غيرهم فلهم منازل شتى ولهم من عند الله تبارك وتعالى فضل عظيم إنهم تسابقوا في أبواب الخير و صنوف الطاعة نزاكم الله خير الشيخ نقف الآن مع فاصل قصير يمكن بعد ذلك أن تتواصلوا معنا بالهاتف إن شاء الله شكرا مرحبا بكم أعزائنا الكرام في حلقة من حلقات هذا البرنامج المفتوح نأخذ سيف العوفي نعم سلام عليكم شيخ سيف وعليكم سلام الله بركاته لأخصير مساكم الله بالخير الله مساكم بالخير فضيل الشيخ كهلان كيف حالكم حياكم الله بارك الله فيك لأخصير جميعا إن شاء الله وهنئتم بالشهر الفضيل هنأكم الله بكل خير ومسره آمين لدي سؤالين يا دكتور لو تكرمتم فضل سؤال الأول تعلم الناس القراءة في التشهد الأخير الآيتين الكريمتين أرسله بالهدى ودين الحق إلى آخر الآية والآية الثانية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نعم ولكن هل من أدعية أخرى ممكن أن تقال بدلا من هاتين الآيتين الكريمتين سؤال الثاني في صيام شهر رمضان شخص يشرب الماء وأذن عليه بالفجر ولكن واصل شرب الماء مع سماعه للأذان نعم وانتهى قبل انتهاء الأذان فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ طيب وبالمقابل شخص آخر أفطر قبل غروب الشمس ظنا منه أنه دخل وقت الأذان نعم فماذا يلزمه؟ طيب شكرا لكم إذا تكرمت تفضل في مداخلة من الشيخ نعم تفضل في من استمر في الشرب عند أذان الفجر نعم هل تناول شيئا آخر أو كان فقط أنهى ما كان في يدي؟ لا شرب الماء فضيل الشيخ طيب بالنسبة شرب الماء والأذان صحيح على حسب التوقيت المحلي وللآخر الذي أفطر قبل الأذان نعم بكم دقيقة تقريبا؟ قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس نعم قبل غروب الشمس نعم ظنا منه أن الشمس قد غربت نعم يمكن رجل كيفي في البصر الله أعلم طيب المهم كمثلة افتراضية إن شاء الله ناخر نعم بإذن الله بارك الله فيك شكرا لك سيف الله يحب العفو طالب شكرا جزيلا لك حي طيب هل هناك متصل آخر؟ طيب سؤال من أحر الإخوة يقول رجل أصابه إجهاد في أسنانه فوضع مسمار القرنفل في الضرس فهل يبطل ذلك السيام مع وجود الطعم في اللعاب؟ أما إن بلع شيئا مما ينفصل من القرنفل فعليه قضاء صومه وأما إن تجنب أن يدخل شيئا إلى جوفه فلا حرج عليه والله تعالى أعلم أحدهم يسأل أيضا عن الصلاة النارية من حيث واضبت عليها وظنوا المرء أن بها ما ليس في الصلاة الإبراهيمية وهل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يلقنها لعارف أو بالتجربة التي ترى آثارها مما يستأنس به في هذه الأمور؟ أولا الصلاة النارية هو اسم أطلقه بعض مستعملي هذه الصيغة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولها أسماء أخرى لكن هؤلاء الذين أطلقوا عليها هذا الاسم رأوا سرعة فعال الاستجابة بها كما يقولون ثانيا هي ليست مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا نعم ولا أظن أيضا أن القائلين بها و بمشروعيتها يزعمون أن فيها أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمه أصحابه وأمته من بعده نعم بناء على هذا هل هي من الصياغ المشروعة؟ بمعنى أننا أخرجنا الآن أن يظن أنها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن في هذا الاسم توقيفا من الشرع؟ لا هذه تسمية من بعض المشتغلين بهذه الصيغة وهي لم تثبت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الفقه ممن يرون صحتها بقطع النظر الآن عن الترجيح أيضا في حقيقة الأمر لنكن منصفين لا يزعمون أنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بعد هذا ينظر هل ألفاظها هذه المشهورة المتداولة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى؟ أو ليست موافقة أنا في الحقيقة في الألفاظ التي اطلعت عليها رأيت فيها محاذير شرعية في ألفاظها لأنها ترفع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنه رفيع المقام لكن بعض الألفاظ ترفعه إلى درجة الألوهية التي تدبر شؤون هذا الكون بجلب الخير و بدفع الضر وأغلب هذه الألفاظ موجودة في صياغها هذه الألفاظ التي تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة وتجعل منه هو عليه الصلاة والسلام لا من الصلاة المأمور بها عليه عليه الصلاة والسلام بل تجعل منه هو سببا لجلب الخير و كشف السوء و دفع البلاء و استمطار الرحمات فهذا فيه من الغلو والمبالغة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق و من أجل ذلك فإن الذي تطمئن إليه نفسي هو أن هذه الصيغة غير مشروعة غير موافقة لأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل و من سنة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إذا جردت من هذه الألفاظ و من هذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فحينئذ ينظر فيها بحسبها أما هذه الصيغة المشهورة يعني فيها النص على أن به عليه الصلاة والسلام يكون انكشاف الكروب و قضاء به بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالدعاء لا بالصلاة عليه و إنما به به تنكشف الكروب و تقضى الحوائج و إلى آخره هذه الألفاظ لا تليق لأن ذلك إنما إنما كله بيد الله تبارك و تعالى و أمرنا هو أن نصلي أمرنا الله عز وجل أن نصلي و نسلم عليه و قد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فأخبرهم به الصيغة الشهيرة و فيها كفاية و غنية بإذن الله تبارك و تعالى و فيها خروج من الخلاف لكن مع ذلك أيضا حتى لا يأخذ هذا الجواب و يجرد من روابطه أنها إذا جردت إذا كانت الصيغة صيغة صحيحة موافقة لأدلة الشرعية و لما يسمح به هذا الشرع الحنيف فحينئذن هي صيغة من الصيغة المقبولة التي لا إشكال فيها و الله تعالى أعلم أزاكم الله خير نأخذ مكالمات و نرجو أن يكون الاقتصار على سؤال أو سؤالين فقط لضيق الوقت ناصر الشعيلي السلام عليكم دكتور و عليكم السلام و الله و بركاته لأخ ناصر السلام فضية الشيخ دكتور سلام عليكم أياكم الله عليكم السلام و رحمة الله و يحفظك لأخ ناصر تفضل لحشاب العوائل مع العلم عندما تواصلت مع الجهات الاختصاص و معرفة رأس المال طبعا في هذه الفترة أفادوني بسبب الجايحة يصعب التوصل للمعلومات هل جائز يعني أن أقفل الزكاة حتى نهاء هذه الجايحة مثلا بعد الشهر القضي و هل تمكن أيضا من معرفة العائد للأسف لا أنت لا تدري ما هو العائد لا أنت تدري فقط رأس المال نعم طيب واضح شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك أخ وليد القهضم و عليكم السلامة الله و بركاته لأخ وليد أهلا بك الله يبارك فيك الشيخ سيف أسأل هنا عن زراعة في المنزل نعم تميل بعض الأسر إلى زراعة بعض الأشجار في المنزل و خصوصا الأشجار المعمرة وهنا أفصل بالذكر أشجار النخيل أو بعض الأشجار المتمرة نعم هنا أسأل عن نقطتين النقطة الأولى أريد أن يتفضل فضيلة الشيخ بتوجيه بعض النصائح المتعلقة بزراعة في المنزل و خصوصا عند ارتقاء هذه الأشجار قد تنكشف بيوت الجيران أو غيرها نعم في السؤال الثاني فضيلة الشيخ هذه الأشجار قد تمتد قذورها أعزكم الله إلى مياه الصرف الصحي نعم الموجودة في المنزل نظرا لقربها من الصرف الموجود في المنزل هنا أسأل فيما يتعلق بهذه النقطة يعني بعض الأشخاص يقومون بري هذه الأشجار بمياه الصرف الصحي الغير المعالج نعم وبعضهم يعني هنا أوثيرت نقطة فيما يتعلق بري الأشجار بمياه النجسة نعم نعم مثل هنا فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا حكم الأشجار التي تسقى بهذه المياه مياه الصرف الصحي وهل يختلف بأنها تسقى مباشرة أو أنها تنفد قذورها فقط إلى هذه المياه وإلا هي تسقى بمياه نقية صالحة للشرب ولكن القذور تصل إلى مياه الصرف الصحي نعم والحالة الثانية أن يتعمل صاحب المنزل أن يقوم بسحب مياه الصرف الصحي ويقوم بري هذه الأشجار بهذه المياه طيب وهي مياه نجسة من دون معالجة طيب واضح من دون معالجة بارك الله فيكم شكرا جزينا لك الله يبارك فيك نأخذ مكالمة عمر الرحبي السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله شكرا الله الله يبارك فيك عندي سؤالين يا شك تفضل سؤال الأول الشخص الميت سريريا نعم هل له نصيب من الميراث إذا توفي أحد موظفيه نعم وهل تعتد زوقته بعد إطرار أطباء بذلك طيب واضح سؤال الثاني ما قولكم في الخنسة هل يرث حقه كذكر أم كأنسة مع التوضيح بارك الله فيكم شكرا جزينا إن شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك قضرت الشيخ نريد إيقابات سريعين أمكان نعم الأخ سيف يقول هل هناك غير الآيات القرآنية التي يقرأها الإنسان في التشهد رسله بالهدى و دين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كيرا المشركون أيضا ربنا آتنا هل هناك أدعية أخرى في التشهد الذي دلت عليه السنة أن يأتي بالاستعاذات المعروفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال هذه أولى أن يأتي بها ثم له أن يدعو بما شاك الآية التي ذكرها دعاء خير وبركة وفضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما آية أرسله بالهدى و دين الحق فقد ذكرها بعض أهل العلم للثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره لكن هل ورد في ذلك دليل لا لم يرد في ذلك دليل شرعي يستند إليه وإنما بعد ذكره عليه الصلاة والسلام وأشهد أن محمد عبده و رسوله فالمشروع هو الإتيان بالصلاة الإبراهيمية ثم يأتي بالاستعاذات المتقدم ذكرها ثم له أن يأتي بالمشروع من الدعاء لا سيما من كتاب الله عز وجل ما يفتح الله تعالى به عليه والله أعلم جميل أذن الفجر وكان يشرب الماء وواصل شربه إلى المقطع تقدم التنبيه على هذه المسألة نقول دائما للناس لا يجب أن يتوقفوا فورا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فطلوع الفجر الصادق هو الوقت الشرعي المحدد للدخول في عبادة الصيام فيجب عليه الكف فورا نعم ولكن نظرا لوجود الرواية نعم إذا سمعتم النداء في يد أحدكم كوبا فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه نعم فلشبهة هذا الخلاف يدرأ ما يترتب على هذا الفعل من كفارات من كفارات أو حتى قضاء نعم لا يصل الأمر لحد الكفارة في هذه الصورة لكن القضاء نعم وكذا الحال بالنسبة لمن وضع القرنفل أيضا في يعني يقصون إن دخله إن غلب عليه فلا شيء عليه لكن إن تعمد فالقضاء أولى لأنه قصد العلاج وقد يكون فعلا في أذن وضر فأحتاج إلى العلاج فلم يتعمد أن يأكل أو يشرب نعم الذي أفطر قبل غروب الشمس وهو يظن دخول الليل يظن غروب الشمس فعليه قضاء صيام ذلك اليوم والله تعالى أعلم نعم الأخ ناصر شعيلي يسأل عن مال اليتيم الذي يوضع في وزارة العدل من أجل التثمير والاحتفاظ به يسأل عن زكاته عن زكاته كرأس مال وعن زكاته كعائد هو لا يدري العائد كما سألته الآن لا يدري كم يعني لأنه ربما يثمر هذا المال في مشاريع أخرى نعم قد لا تفصح أنها وزارة العدل للأقارب اليتيم أو تفصح ليس لعندي تصور الحقيقة في الموضوع لكن يمكن أن تعطي إجابة افتراضية لا لا لسنا بحاجة إلى إجابة افتراضية وإنما الجواب هو بأن إن تحققت شروط الزكاة فيجب إخراج زكاة هذا المال نعم فبحسب نوع التثمير الذي وضعت فيه هذه الأموال نعم فبحسبها يكون ليس لها حكم مخصوص أموال الأيتام على سبيل المثال أن لها في فقه الزكاة فقها مخصوصا إذا تحققت الشروط من ملك النصاب ملكا تاما مع حولان الحول في جنس المال الذي تجب فيه الزكاة فيجب حينئذ إخراج الزكاة بحسب نوع هذه الأموال وما جعلت فيه أما من الذي يدفع الزكاة فهذا يكون بمعرفة ما يجتمل عليه التشريع و القانون الضابط لهذه المسائل يعني يعود إلى الوزارة نفسها طيب يسأل عن وإنما كأني فهمت أنا لم أستوضح يعني لم أسمع صوته جيدة نعم كأنه يسأل عن التأجيل في ظل هذه الظروف ذكر بالنسبة لأنه لا يستطيع لكن هو يقول لا يعرف رأس المال طبعا أنا لا أدري إذا كان يعني مسألة رأس المال تظل مجهولة عند الوصية أو لا الحاصل بأنه بعد بيان الآن تقدم ما يتعلق بكيفية التزكية ولزوم التزكية إن تحققت فيها الشروط لكن تأجيل إخراج الزكاة لأنها أموال أيتام لا هذا لا يصح شرا طالما وجبت فيها الزكاة فيجب إخراجها كما تقدم ما لم توجد علا أخرى نعم كموانع معينة تمنع من الصرف الآن فحبذ أن تعزل وأن يحدد مقدارها لكن أن يتعمد تأجيل وهذا الجواب يسر على كل من وجبت عليه الزكاة كما تقدم بالأمس أيضا نعم فتأجيل إخراجها لا يصح شرعا أما إن وجد ما يمنع المزكي من دفع هذه الزكاة الآن فينظر في المانع هذا وتقدر الأمور بقدرها نعم طيب أحدهم يسأل عن موضوع الزراعة والأخ الوديد القهضمي يقول يقوم بعضهم بزراعة أشجار مثمرة طويلة معمرة يقوم أحيانا بقني ثمارها ولكنه سيطلع على عورات الجيران لا ينبغي وهذا من فقه العمران في الفقه الإسلامي أن تراعى هذه الأوضاع تراعى هذه الأحوال في النوافذ التي يفتحها في بيته في الأشجار التي يزرعها بحيث لا ينكشف على عورة جاره نعم و ينبغي أن يستأذنه إن أراد ذلك فإن أذن له فلا إشكال و كذلك الحال أيضا ينبغي أن نلتفت إلى أن العرف هنا له دور فالعادة محكمة فإذا كان عرف الناس يقضي بالسماح و التساهل في مثل هذه الأمور نظرا لأنهم جيران لأننا نجد في المقابل أن الفقهاء يذكرون صورا كتدلي بعض الثمار إلى حائط الجار فلمن تكون فحكموا في ذلك العرف لأن أشجاره أيضا ما يتدلى من ثمارها إلى دار جاره فإنها تكون أيضا لجاره حكموا في ذلك العرف بمعنى أنهم تساهلوا لكننا نعلم أن النخيل تستدعي بعد ذلك الرقية عليها لجني الثمار فقد ينكشفوا من عورة ذلك البيت ما لا يحب صاحب البيت و هذا أيضا يعتمد على نوع هذه البيوت هل هي مستغرقة للأراضي التي تكون فيها أو أن فيها مساحات فارغة الحاصل أن الفقه يتسع لما يعرف اليوم بالجانب التخطيطي والعمراني لكن ينبغي أن يلاحظ لأن لنا خصوصية في هذا الجانب ينبغي أن تلاحظ فيما يتعلق بمثل هذا النوع من المسائل التي أشار إليها السائل بارك الله فيه سؤال الثاني يتعلق بالأشجار مثل هذه الأشجار التي تنشب عروقها فتأخذ سقيها منها لكن هذا أمر مظنون فيه أولا فالأصل الطهارة لا داعي لأن يوغل المرء و يقول بأن عروقها وصلت و أنها امتصت و أنها مدعي إلى هذا الإيغال الأصل الطهارة و هذه الشبكات في ظني أيضا أنها محمية و مع ذلك فإن الفقهاء لنتصور أن أشجارا سقيت بما فيه النجاسة فمن حيث طهارة ثمارها أو حلية ثمارها الفقهاء عندهم خلاف و الجمهور على حلية ثمارها هناك قول عند الحنابلة فيه قدر من التشدد في هذه المسألة قول عندهم ليس أيضا عند جمهورهم و إنما ينظر في الجانب الصحي هل فيها مضرة لا من حيث الحلية الشرعية و إنما من حيث الضرر هل هناك مضرة صحية يمكن أن تصيب الإنسان من جراء طريقة السقي هذه أو لا فلا ريب أنه إن ثبت أن فيها ضررا فعلى المسلم أن يمتنع و يكف على الأقل نلتمس منكم يعني أولا نلتمس من المخرقين صحة تعبير دقيقة الميت في عمر سؤال عمر الرحبي الميت سريريا هل تعتد زوجته بمجرد قرار أطباء أو هل يرث تعتد بإعلان وفاته نعم و لذلك كان من حجج القائلين بأن الميت سريريا الذي يموت دماغه و يثبت ذلك طبيا بحيث لا إمكان للريبة و الشك فمن حجة القائلين أن هناك حقوقا تترتب على الوفاة فينبغي الإعلان عنها تتعلق بامرأته تتعلق بباقي ورثته أو من يمكن أن يختاره الله عز وجل في تلك الفترة لأنه لا حياة لهذا المريض و إنما نبض قلبه إنما هو ناشئ بمؤثر خارجي لا بحياة طبيعية فمتى ما توقفت هذه الأجهزة فينظر فإن توقف قلبه بعد ذلك تعلن وفاته إذن الميت سريريا و هذا حتى في الممارسة الطبية لا تعلن وفاته مباشرة إلا بعد أن تنزع هذه الأجهزة فإذا نزعت هذه الأجهزة فثبتت وفاته حينئذ بشكل طبيعي لم ينبض قلبه و لا أثر للحياة فتعلن وفاته و تبنى الأحكام الشرعية المتعلقة بالوفاة حينئذ هنا العدة و المراث تبدأ منذ أن يرفع الأجهزة نعم شكرا لكم بارك الله عزاني الكرام و وصلنا إلى نهاية الحلقة نشكر و إياكم فضلة شيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة نشكركم أيضا على تواصلكم معنا و أسئلتكم الثرية و بحول الله تعالى نطرح المزيد منها غدا إلى ذلك الحين استودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته